أزيد من مليوني مختل عقليا بالجزائر رقم أضحية فاقم من سنة إلى أخرى حتى أصبح ظاهرة ظاهرة تقلق وترهق وأولياء المرضى وكذلك السلطات المعنية أطفال متخلفين ذهنيا نسبة نتحهم هي تفوق كل نسب الإعاقات الأخرى والمحير أن العدد نتحهم في تزايد على مستوى الوطن وهذا ما يلزم وزارة الصحة ووزارة تعنى ومعنيين آخرين بالقيام بدراسات إبيديميولوجية لتعرف على أسباب الإصابة بهذا الإعاقة الذينية التي ترهق كاه الأولياء كذلك ترهق حتى المصالح الدولة واستنادا إلى مصادر مطلعة فإن عدد المصابين بالإضطرابات العقلية في الجزائر مرشح لبلوغ رقم ثلاثة ملايين خلال السنة الجارية هذا في الوقت الذي تجهل فيه الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تفاقم حالة الإصابة بهذا المرض التفاق على عدد المختلين العقليين نظرون لإعدام التكفل الاجتماعي مثلا 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 أن القخام في مرشح للإزالة مثلا مثلا أن إلى الدم للإستخدام يجب أن يقوم في مرشح وقوم في مرشح يجب أن يقوم في مرشح بشكل جيد تعلق نظيف أحدهم وحسب معطيات الخارطة الصحية فعين الأمراض النفسية والعصبية أصبحت تحتل صدارة قائمة الأمراض بالجزائر سيما خلال السنوات الأخيرة مؤخرا زيادة كبيرة في عدد الفحوصات الناس التي تتفحص على أمراض عقلية ونفسية نقول المرض العقلي السبب يمكن أن يكون سوسيولوجي ونفسي هذا نتكلمه عامة سواء من الناس وين يوجد الكثير من الضغط على الناس كنت نتعني العمل البيولوجي لا ننسى كذلك الأكسيدوكال لنوفالدروغ لتوكسيك تخلقوا دروغ جدد رهم دينين ديرافاج الإضطراب العقلي أو مرض العصر صنفت المنظمة العالمية للصحة كثاني مرض يحصد أرواح ألاف المرض عبر العالم في كل سنة مرض سببه الرئيس حسب ذات المنظمة الاكتئاب والغريب هو أن هذا المرض أصبح يهدد شعبا تم تصنيفه من بين شعوب الأكثر سعادة ترجمة نانسي قنقر